قنصت وحدات متخصصة في الجيش واللجان الشعبي اليوم ثلاثة جنود سعوديين في مواقع متفرقة بقطاع عسير ونجران مصدر عسكري أوضح أن قناصة الجيش واللجان قنصت جنديا سعوديا في رقابة سهوة بالربوعة وجنديا آخر في رقابة أسعر بعسير وكان جندي سعودي قد لقي مصرع اليوم برصاص قناصة الجيش واللجان الشعبية في رقابة الحمر بنجران إلى ذلك دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجيش العدو الصعودي في موقعي ملطة والشبكة بعسير مصدر عسكري من أكد أن وحدة المدفعية التابعة للجيش واللجان الشعبية دكت أيضا في وقت سابق من اليوم معسكر عين الثورين في عسير محققة إصابات مباشرة